شيء تحت سريري قصة قصيرة باللهجة السعودية للمبتدئين يلا نبدأ صحيت من النوم وأنا أحس بالعطش وأنا عطشان أبغى موية بديت أدور على الشبشب تحت السرير هذا هو الشبشب أو النعال تحت السرير فوق السرير يا الله فيه نمر تحت سريري هذا هو النمر وش أسوي الحين؟ أنادي أمي طيب لو بدأ النمر في الهرير هذا هو صوت حرير النمر طيب أرجع أنام بس ما عد أحس بالنوم طار مني النوم فجأة أحد شغل نور الغرفة نشغل النور نطفي النور هذه أمي واقفة عند الباب قالت أمي وش فيك يا ولدي؟ ناديتني؟ أشرت على النمر طالعت أمي تحت السرير وسحبت النمر لحظة هذا مو نمر هذه فروتي الفروة حقتي لونها أصفر وأسود أزرارها تلمع زي عيون النمر هذه هي الأزرار يا الله حسيت بالخاف من شيء تعفه وسخيف أمي أعطتني موية والحين بنام وبحلم بنمور حقيقية في الغابة وهذه كانت نهاية هذه القصة أتمنى أنها أعجبتكم إذا حابين قصص وفيديوهات أكثر باللهجة السعودية لا تنسون تدعموني شكراً مع السلامة